تسليط الأضواء على ما يحصل في درعة واجب على كل أحرار العالم والسوريين على وجه الخصوص لدعم مهد ثورة السورية في وجه النظام وميليشياته ودعميها الإيراني والروسي منظمة اللمت السورية بالتعاون مع الجمعية الدولية للإعلام عقدت مؤتمرا صحفيا في مدينة إسطنبول للإعلان عن موقف منظمات المجتمع المدني مما يحصل في درعة إن هذا المؤتمر الصحفية هو دعوة لكل المنظمات الحقوقية والإنسانية لاتخاذ موقف موحد مبني على الضمير والإنسانية للوقوف بجانب أشقائنا في درعة ومساندتهم في محنتهم الحالية كما ندعو المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وغيرها للبدء بدورها المنوط بها وتأدية واجبها في الحفاظ على الإنسان وحقه في العيش الكريم وإيقاف التهجير القسري والتغيير الديمغرافي لصالح غايات طائفية ومذهبية المشاركون في المؤتمر عبروا عن قلقهم البالغ زى ما يحصل في درعة في ظل الصمت الدولي الذي يعده بمثابة تواطئ مع نظام الأسد في حملته الطائفية لا يخفى على أحد مدى إجرام الأسد وحجم الانتهاكات بحق الشعب السوري من قبل الميليشيات الموالية للنظام الإيرانية والأفغانية وميليشيا حزب الله فضلا عن الاحتلال الروسي وقفتنا اليوم هي ليست فقط بيان تضامن مع أهلنا في درعة وإنما هي وقفة شعور حقيقي ينبع من ذاتنا مع أهلنا في سوريا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وخلص المؤتمر إلى إدانة ما يحصل في درعة ودعوة المجتمع الدولي لإنقاذ المنطقة من مخطط طائفي خطير ندين ممارسات النظام وداعميه بحق أهالي درعة خاصة وسورية عامة ونؤيد الموقف المتخذ من قبل أهالي المنطقة لأنهم هم الأدرى بما يحدث في منطقتهم نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية للتحرك لإيقاف جرائم النظام وداعميه المسؤولية الكاملة يتحملها المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم ولتطبيق القرارات الدولية ذات أصلة عاشت سوريا حرة أبية